السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جديد نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقىكم في احسن احوال ومساحة جيدة ان شاء الله سوف نقدم معكم واحد البغوني اللي يجي مع الكول جيد السهرات تلكم الرمضانية مع شوية بول دي كلاس اول شيء يحتاج هنا 150 جرام زبدة زبدة الحيوانية 200 جرام شوكولة السوداء و قد نردهم بجوجون كما يباليكم معكم سوف نضيف سكر سنيدة 150 جرام سكر سنيدة قبيصة الملحة و شوية جل فاني و نضيف سائلة و لا تريد و نضيف سائلة البيضة سوف نضيف الخليطة سوف نضيف الخليطة جيدة حتى نضيف المكونات مع بعضياتهم كما تشوف الخليطة هنا الخليطة يزبدة خليطة من المكونات و لا تركه سخون بزيد و من اضيفة و أنتحرك ضروري كي لا يكون السخون بسبب غير دافئ و تحرك ضروري مع التحرك دروري و لا تحبسوا نهائياً من التحرك سوف نضيف من المكونات و نضيف الخليطة سوف نضيف 150 جرام جلتقيق سوف نضيف اضغر بالميزة الملتحة وصلت 150 جرام وحيته اختياري اضغطها اضغطها ممكن استغناء على المرحلة اضغطها اضغطs مواهم اضغطها اضغطار اضغط المرحلة اضغطت كامل وكن اضغط الكيس اضغطن اضغط كما قلت لكم هنا ينسي ساة المرحلة للشكولات السوداء هذه الاختيارية ممكن لا تقوم بعمل شكولات نوع قطعوها كاري صغير ورين وضعوها منفق ممكن لا تقوم بعمل شكولات لان الشكولات اللي ادرنا في الخليط راح كافي لبغيتو هنا كما قلت لكم انضاء فران على درجة حرارة 25 دقيقة ودرجة حرارة 180 دقيقة سوف نقوم بعمل شكولات ونقدمها بصحة ورحة ممكن تقوم بعمل شكولات جديدة ممكن ترافقوها مع كرم شانتشيه ممكن ترافقوها مع دي كلاس اتمنى ان شاء الله الوصفة جالية ومتاج بكم ونطلقا في وصفة جديدة ونقول لكم السلام عليكم